3 توازن الدخل القومي بياني بنقول دلوقتي يتحدد وضع التوازن في الدخل القومي بيانياً من خلال رسم دلة الاستهلاك ثم الإضافة للساسمار الثابت والساسمار السابت ده هو المستقل وهو الذي لا يتأثر بالدخل ويتحدد وضع التوازن طبعاً عنده حالة من اثنين الحالة أولئة هي إما تساوي دخل مع الانفاق القليل في الرسم الأعلى أو تساوي للدخار مع الاسسمار في الرسم الأسفل دعا لنبص 이렇게 بشكل عملي على الرسم عندنا دلوقتي في الرسم الأعلى نلاحظ في الرسم الأعلى عندنا نلاحظ الآتي عندنا دلوقتي خط الدخل اللي هو الخط الأحمر اللي هو خط الدخل اللي هو خط الخمسة واربعين هذا هو ده بيمثل العرض الكلي طيب فين الطلب الكلي بنقول الطلب الكلي بتمثل في الانفاق الكلي على كل من الاستهلاك والاستصمار طيب فين الاستهلاك اللي هو الخط الأزرق ده طيب فين الاستصمار اللي هو الخط الأحمر الداكني اللي تحت تبليل خط الاستثمار سابت بهذا الشكل لإنه هو فعلا في المثال عندنا بنقول أن الاستثمار سابت عند ال120 فمهما تغير الدخل كان الاستثمار سابت عند ال120 هنا 120 برضو هنا 120 هنا 120 مهما تغير الدخل من 200 300 400 لحد 800 هو الدخل السابت بتاعنا الاستثمار السابت 120 فدلة الاستثمار لابد أن تأخذ هذا الشكل الموازل المحور الافقي لإن إحنا افترضنا إن ال-I بساوي 120 وهو رقم سابتي بدي دلة الاستثمار وعندنا دلة الاستهلاك هي وخدناها في الوحدة الثالثة لما أجمع دلة الاستهلاك مع دلة الاستثمار لما أجمع الخط الأزرق هذا اللي هو دلة الاستهلاك مع الأحمر الداكن اللي هو الاستثمار الثابت أو المستقل أجمع الاستهلاك زائد الاستثمار هحصل على الخط الأسود اللي هو منحنى الانفاق الكلي اللي هو الطلب الكلي اللي هو الاسود هذا خلاص لما يحصل دلوقتي أنا بقول إيه وضع التوازن من قبل أنا لسا حاكي من شوية قلت إن التوازن يحصل إمتى عند تساوي الانفاق الكلي على الاستهلاك والاستصمار مع العرض الكلي في نقطة معينة عند هذه النقطة اللي هي النقطة على الرسمة بتاعنا هتبقى هي النقطة إن هذه النقطة هي نقطة التوازن الدخل القوم ليه هي نقطة التوازن الدخل القوم إلا إن هي النقطة التي تساوي عندها الطلب الكلي على الاستهلاك والاستصمار مع العرض الكلي طيب فين وضع التوازن الدخل القومي هنا تقول لي عند يعني إيه هو مستوى التوازن للدخل القومي بالضبط تقول لي عند 800 ليه لأن لو أسقط عمود من نقطة التوازن على المحور الأفقي هيتحدد التوازن للدخل القومي عند مستوى 800 طيب هل نفس المستوى هو نفسه للدخل القومي عند نقطة التي يلتقي فيها الإضخار مع الاستثمار أيوة فعلا نفس النقطة نفس العمود الساقط من نقطة التوازن من نقطة إن يلتقي مع العمود الساقط من نقطة التوازن الجديدة اللي هي في الرسم الأسفل بين الإضخار والاستثمار فعند النقطة 1 فعلا تساوى الادخار مع الاسمار في هذه النقطة وعندها يتحدد مستوى توازين الدخل القومي برضو 800 يبقى هنا 800 عند تساوي الادخار مع الاسمار وهنا برضو 800 عند تساوي الدخل القلي أو العرض مع الطلب القلي اللي هو عند النقطة التي التقى فيها الواي مع السي زايد آي هنا 800 وهنا 800 يبقى إذن الطريقتان واجهان لعملة واحدة إما تساوي العرض القلي مع الطلب القلي أو تساوي الاستثمار مع الادخار